أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات حققت على مدى العقود الماضية إنجازات تاريخية ومكانة عالمية متميزة أرساد عائمها الآباء المؤسسون للاتحاد ونحن اليوم نسير على نهجهم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله مضيفا سموه إننا نحظى في دولة الإمارات بوجود مجتمع عالمي متنوع ومنفتح ونعيش في عالم متغير باستمرار تتغير فيه احتياجاتنا وطموحاتنا مما يحتم علينا الابتكار في عملنا للحفاظ على مكانة الدولة ولكي نكون من أفضل دول العالم وأشار سموه إلى أن الابتكار هو سبيلنا نحو الأفضل وعليه يجب أن يكون الابتكار سمة أساسية وأداة في كافة جهودنا وأعمالنا من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا وأضاف سموه نحن لا نكتفي بإطلاق استراتيجيات بل نعكف على متابعة تنفيذها وإنجازها لخدمة وطننا في أسرع وقت ووجه سموه في هذا السياق بإنشاء اللجنة الوطنية للابتكار لتجمع تحت مظلتها عددا من الجهات الاتحادية للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة لخدمة وطننا ورفعته وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار التي سوف تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها سموه الشهر الماضي إذ تسعى الاستراتيجية لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة وصولا ليوبيل الإمارات الذهبي في 2021 وتتألف اللجنة الوطنية للابتكار من كفاءات وطنية برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من معالي الشيخ حمدان بن مباركال نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة جاء ذلك خلال ترأس سموه للجلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر